كتاب الله كتاب الله كتاب الله يا خير الكلام كتاب الله يا خير الكلام بلاغتك ارتقات أعلى مقامي فبين فواتحي سور ارتباط بآيات أتات واتمسك الختام كتاب معجز لا ريب فيه أتاك البدل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنسأل الله علما نافعا وعملا صالحا في سورة البقرة ذكر الله مناقب إبراهيم عليه السلام على وجه متسلسل مترتب بدءا من قول الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن الله جل وعلا كلف إبراهيم بشيء من الأوامر والنواهي والشرائع فقام بها حق القيام كما قال سبحانه في سورة النجم وإبراهيم الذي وفى أي وفى ما أوجبه الله عليه وقام به أتم قيام من ذلك دعوته للتوحيد وهجرته من بلاد الشرك إلى بلاد إلى الأرض المقدسة من أرض العراق إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة في فلسطين أيضا ابتلاؤه بذبح ولده إسماعيل عليه السلام فقام بذلك حق القيام أيضا أمر الله إياه أن يسكن من ذريته بواد غير ذي زرع فأسكنهم كما سيأتي إن شاء الله كل ذلك مما قام إبراهيم عليه السلام حق القيام فلذلك قال الله له في صفة عظيمة جامعة لما تقدم من الصفات التي سبق ذكرها في الحلقات الماضية قال إني جاعلك للناس إماما الله سبحانه وتعالى يخاطب إبراهيم يكلمه ويقول إني جاعلك للناس إماما والإمامة هنا الرسالة أي جعل إبراهيم عليه السلام إماما للناس ممن يأتي بعده إني جاعلك للناس إماما ولذلك لأجل هذه المزية العظيمة الجليلة تأملوا ما ذكره الله تعالى في سورة النحل بعد أن ذكر الله شيئا من أوصافه التي تقدم ذكرها في حلقات سابقة قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ثم أوحينا إليك ثم أدت عطف تدل على التراخي الرتب أي أن ما بعد ثم هو أعظم مما قبلها أي كون الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا هذا عظيم في غاية العظمة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء قاطبة ولكم أن تتأملوا في بناء الكعبة بناها إبراهيم وجدد شعائرها محمد صلى الله عليه وسلم والعجيب أن كلا الرسولين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام كلاهما اجتمعا في صفة الخلة لله جل وعلا كلاهما خليل الرحمن إبراهيم كما أنه خليل الرحمن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو خليل الرحمن ثم دعونا نتأمل في بعض ما جاء في السنة عن هذين الرجلين العظيمين الجليلين أعظم رجلين في تاريخ البشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ثم تأمل كيف اجتمع بناء الكعبة وتجديدها في هذين الرسولين العظيمين ثم هذا في الملكوت الأرضي دعونا ننتقل الملكوت الأعلى لنعرف ما الذي احتف بهذه الشعيرة العظيمة بالكعبة ما الذي كان حولها من التاريخ العريق ومن الشعائر ومن المناسك والعبادات وما علاقة إبراهيم عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي علاقة الأبوة بلا شك لكن هناك علاقة خاصة وطيدة دعونا نتأمل مما جاء في السنة جاء في حديث المعراج النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي كان فيه إبراهيم الخليل عليه السلام الذي بنى والعجيب أن الذي بنى المسجد الحرام ابتداء هو إبراهيم عليه السلام والذي بنى المسجد الأقصى أيضا هو إبراهيم عليه السلام كما سيأتي إن شاء الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات والشرائع ختم الله به الرسالات قاطبة في الإسراء خرج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء والتقى في السماء السابعة بإبراهيم عليه السلام عند البيت المعمور لكم أن تتأملوا أيضا أن البيت المعمور هو في السماء السابعة فوق السماء السابعة وهو تماما بإزاء الكعبة في الأرض يعني الكعبة على سمتها في الأفق إلى السماء السابعة البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يدخلونه يصلون فيه لا يخرجون من آخر ما عليهم وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره على البيت المعمور جاء في السنن أن إبراهيم عليه السلام لما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام الله أكبر يعني شخص في الدار الآخرة توفي انتقل إلى الآخرة وخرج من الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال باقيا في الدنيا عرج به إلى السماء شاء الله أن يلتقي بإبراهيم في الملكوت الأعلى يعني نفهم أنه رجل ما زال في الدنيا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورجل انتقل من الدنيا إلى الآخرة يقول يا محمد أقرئ أمتك مني السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام هو يسلم علينا يسلم علينا أقرئ أمتك مني السلام ثم يوصينا بوصية عظيمة علينا أن نتأملا ويقول يا محمد أخبر أمتك أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان أي أرض مستوية لا شيء فيها وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا هو غراس الجنة تعمر قصورك تعمر بساتينك في الجنة بأعمالك الصالحة من أخصها وأيسرها عملا وأعظمها ثوابا عند الله جل وعلا كثرة ذكره إبراهيم عليه السلام في الدار الآخرة يوصينا ونحن في الدنيا أن نغرس الجنة بكثرة ذكر الله جل وعلا عظيمان يلتقيان في أعظم مكان في الملكوت الأعلى ثم يوصل إلينا هذه الرسالة عبر نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكر الله يا أحبابي لنذكر الله جل وعلا دائما أحب الكلام إلى الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أكثر منه وأنت جالس وأنت قائم وأنت في مشيك في كل حال ومكان إلا فيما استثن من حال قضاء الحاجة أكثر ذكر الله وأمره على لسانك دائما نسأل الله أن يجعلنا ربنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وصلى الله وسلم على نبينا محمد فأشرقت الحروف به بيانا وفاضت مثل غيث من غمامي وفاضت مثل غيث من غمامي